أحط بين قوسين كده يعني الأرقام دي أنا أدخل معاك في تفاصيل الأرقام كلها لكن أحط في يعني أنا كجمهور وأنا بتابع وإندي أحنا متفقين طبعاً الجمهور عنده المكسب والثلاث نقاط أهم حاجة قبل ما تكلمني على أداء والاستحواز وصناعة الفرص والتهديف ووي الأقل لكن في النهاية لابد أن أحط في اعتباري وأنت بتكلمني على أرقام زي كده مثلاً أنه فرقة زي النادي الأهلي لعبتها أو تيم كله الحقيقة عنا من مشوار مجهد بشكل عنيف جداً ولو كلمنا تحديداً كمان مش بس من ناحية المشاركة في عدد كبير جداً من البطولات وصفر كتير جداً أنك تلعب برأ أرضك لكن كمان بتكلم على المستوى المحلي حتى على المستوى الدولي المصري الأهلي ويمكن لو كنت بداردش معاك لعب أكتر من مطشط المباريات الدور الأول بالكامل في فترة لا تتجاوز الخمسة أو خمسين يوم لازم النقطة دي تتحطي في المعادلة؟ مية في المية لازم تتحطي في المعادلة لعب أكتر من اللاعب الكورة لعب أكتر من عدد مباريات أدى إيه؟ لأن المباريات بالنسبة لنا تكون حملة أقصى هذا أقصى حملة يأدي للعب التمرين ليس بيكون حملة أقصى فأنا لازم أن أعرف اللاعب ده بيأدي في الحملة الأقصى كم مباراة في عدد أيام أدى إيه؟ لأن أنا في الريكاوري بحتاجه ككوتش ككوتش بحتاج أيام ريكاوري للعب غير أيام الشغل طبيعي أن أنا بيكون عندي كل مباراة بيبقى عندي أخطاء ما فيش فريق في العالم ما عندوش أخطاء طب أنا هيعالج أخطاء إمتى؟ هعمل ريكاوري إمتى؟ هشتغل على الفرقة إمتى؟ واشتغل على المجموعة اللي ما بتشاركش إمتى؟ دي كلها حاجات بتحتاج وقت النادي الأهلي للأسف ما عندوش رفاهية الوقت ده في معظم الفترات اللي عاشها الموسم ده في بقى حاجة يمكن الميديا مش بتتكلم عليها بشكل كبير أن أنا كفريق أنا يمكن الداعم الأول للمنتخب المصر فأنا عندي معظم لعبتي بتشارك فأنا حتى الفترات اللي معظم الأندية بترتاح فيها أو معظم اللعبين بترتاح فيها أنا لعبتي بتشارك دولي ولعبتي لو أنا مثلا اتكلمت على خمس ست لعبين هما لعبة أساسية في نادي الأهلي بتشارك مع منتخب مصر فأنا كأني مرتحتش أنا مستفدتش بفترة الراحة ولا بالفيفا ديتس يبقى أنا هارجع تاني أقول أن أنا برضو مش بعمل ريكاوري ولعبتي بتتصاب لكن خلينا بقى يعني نحط لايت كده مهم جدا نسبت لايت على حاجة مهمة جدا هنا وأنه الراجل اللي شغال الكونديشنين كوتش كابيلو محل الأحمال مدرب الأحمال بيعمل شغلة هال جدا الدليل شوف فرق معدل الإصابات العضلية اللي كانت موجودة عند النادي الأهلي على مدار السنين اللي فاتت والمعدل اللي موجود دلوقتي طبيعي يكون في إصابات لأن دايما الناس لما احنا بنتكلم يقول لك ما هو فلان تصاب شريف مثلا تصاب لأن في حمل الحمل الضغط على اللعيبة طبيعي يجيب إصابات لكن الفرق المعدل قد إيه طول ما المعدل بيقل طول ما أنا بشتغل كويس المعدل قد إيه والفرق كمان يرجع في خلال قد إيه بالضبط لا يرجع في خلال قد إيه دي بنرجعها للجهاز الطبي والناس المسؤولة عن التأهيل في الفريق ياخدوا الكريت بتاعهم في الجزء أني أنا بقدر أرجع اللعب في قد إيه لكن أنا كراجل مدرب أحمال أنا معدل إصاباتي العضلية قد إيه في عدد المرشوط اللي اللعب بياخدها عدد لايه اللعب لما تلعبني في ظروف طبيعية بزط يعني لما ألعب عدد مباريات في الموسم بشكل طبيعي ولما عدد المباريات ده تبقى الفوارق بينهم من ناحية الوقت تبقى فوارق منطقية وطبيعية بزط يعني ساعتها أنا أقدر أخيم أدائك كمخطط أحمال أو كمدرب أحمال بشكل منطقي لكن لما أحطك في كل ظروف استثنائية كلها ضدك وبرضو إلى حد ما تبقى بتقدي بالشكل ده أعتقد ده برضو شيء يحسب هو إلى حد كبير هو الراجل بيعمل شغل كبير جدا فارق مع الفرقة حتى تقدر تشوف ده من أداء الناد الأهلي على مدار التسعين دقيقة لأن طبيعي أنت الأول ما بتبدأ بتبقى فرش بتنزل ماتش أنت فرش عندك تاك 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 كلها بتبدأ تشتغل بعد كده بتاخد الخمس تاشير ديئة بين الشوتين دول شوية بيرجعوا جزء من تاك تاك لكن أنت بتنهي الماتش إزاي ندل أهلي بينهي الماتشات كويس برضو مع أعتبار أننا هنا ممكن الجماهير تقول إحنا استقبلنا أهداف في الدعاية الأخيرة اللي استقبل الأهداف في الدعاية الأخيرة مكانش ريليتد قوي بكسة الأداء البدني الأداء البدني أنا هقيسه على معدل الجاري هقيسه على اللاعب ده جاري كم كيلو متر في عدد قد إيه يعني جاري مثلا عشرة كيلو متر طيب العشرة كيلو دول جاريهم في عدد ده قد إيه وفي كل ده ربع ساعة اشتغل بشكل عامل إزاي هاي دي النقطة اللي أنا أقدر رئيس بيها الشغل بتاع مدرب الأحمد